من التحديات اللي بتواجهك ونت بتتعلم انجليزي ان فيه كلمات كتير بتحس انها شبه او قريبة لبعض في النطق وانا فاهم الكلام ده وعشان كده هعمل لك حلقة جديدة من ال confusing words او الكلمات اللي احنا لما بنسمحها بنتلغبط النهار ده معانا خمس كلمات مهمة جدا هتفرق معاك كتير جدا تفرق على الفيديو للنهاية عاوزك بقى تركز معايا في نطق الكلمتين دول لان دول اول كلمتين الفيديو ده فيديو نطق فانطق واسمع اول كلمتين where اين were can where were احنا بنمتقل اتنين where مش عارف ليه الاول نية where اين والتانية were can بنستخدمها مع you وthey وwe you were they were we were تمام خلينا اديك مثال where were you انت كنت فين where were نقولها بسرعة شوية where were you ما تقولش بقى where were you يعني كأنها شباها بعد كده where were you where were you انت كنت فين فكلمتين دول مهمين جدا انك تفرق ما بينهم وانت بتسمع وانت بتنطق تاني كلمتين معانا كلمة here اللي هو شعر تفاهم وما تركز او ما هي عشان انا بزع جدا ما عادش فيه شعر يعني here شعر ودي بنطاقة here برضو ما انها her 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 ده صفة ملكية لما تحب تتكلم على حاجة تخص واحدة يعني عاوز تقول باباها her father عاوز تقول عربيتها her car عاوز تقول جزها her husband فركز معا في النقط here شعر تمام we her here التانية كانت مفيش ايه her 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 هير her هير 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 colleague يعني زميلي في العمل او زميلي في الكلية برضو college colleague college colleague التلات كلمات دول بقى مش كلمتين تلاتة بقى اللي اخبطونا كتير قوي اول كلمتين زي بعض في النطق بالزبط بس اللي spelling مختلف flower دقيق الدقيق اللي بنستخدمه في العيش وكده flower والتانية ظهرة الوردة يعني flower 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 الثالتة بقى اسمها floor 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 يعني الطابق او الارض اللي احنا واقفين عليها الارض بتاعت المبنى يعني مثلا لو عاوز اقول انا عايش في الدور الثالث او الطابق الثالث i live on the third floor 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 يبقى الاولانيين flower بس مختلفين في المعنى واخر واحدة طابق floor كلمتين دول مهمين جدا bird عصفورة او طائر bird bird beard beard دقني دقني دي اوكي يبقى bird ودقن beard للمرة الاخيرة bird beard ممكن نزود بقى bird اللي هو العيش يعني بس مش شبابهم فى النوت قاوي يبقى عندنا عندنا bird طائر beard beard دقن bread عيش اتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبك واستفدت منه please share and like عشان خاطر نعمل سلسلة جديدة او حلقة جديدة في الconfusing words wish you all the best موسيقى موسيقى